أما هلأ زينا برح نحكي عن موضوع ما حدا بيعرف ممكن قداش مهم إلا ليوقع بمشكلة معينة وأنصفه القضاء بعالم السوشال ميديا يلي مبسر عالم نعبر فيه عن آراءنا ونستكشف ونتعرف فيه على الأخبار لا يمكن صار فيه انتهاء لخصوصية بعض الأشخاص عم تكتر فيه زينا الإشاعات والتنمور بطريقة كتير كبيرة للأسف كيف أنصف القانون السوري الأشخاص المتعرضين لبعض المضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواع وشهي الإجراءات يجب أن يتخذها الشخاص كل هذه الأسئلة سيجاوبنا عنها الأستاذ أحمد دعبول السباح الخير السيد صباحك والخير ميد أهلا وسهلا السيد صباحك وأهلا وسهلا فيك يعني أستاذ أحمد الجريمة الإلكترونية القانون صار كتير فاعل بالفترة الأخيرة وعم نسمع عن كتير من القضايا اللي لجأت للقانون وانحلت لكن خلينا قبل نعرف عن قانون الجريمة الإلكترونية قبل ما نستعلى كلاسيك الآن القانون الجريمة الإلكترونية حقيقة هو قانون يعني جديد القوانين نحن نعرف أن القوانين من الوضعية من 100 سنة بجوز من عشرات السنوات موجودة القانون الجريمة الإلكترونية هو كان له يعني بدأ قبل عام 2001 لقانون حماية المؤلف الإلكتروني بعدين بال2007 بال2001 المرسوم الحقيقي اللي صدر فيما يخصه الجريمة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية هو المرسوم رقم 17 للعام 2012 اللي حدد شو هي الجريمة الإلكترونية حد عدد أنواع الجريمة الإلكترونية شدد العقوبات بالجريمة الإلكترونية شو الطرق الواجب اتباعها شو الوسائل ممكن تستخدم وهنا نحن لازم يعني بالبداية نحن نعرف شو هي الجريمة الإلكترونية شو هي الجريمة المعلوماتية هي كل جريمة ترتكب عبر الشبكة أو الأجهزة الحاسوبية أو باستخدامها أو عن طريقة نعم هلأ رغم أنه هنا نحن نميز بين نقطين نحن كثير من الجرائم هي منصوص عليها ومعاقب عليها في قانون العقوبات العام يعني مثلا الاحتيال هي بالحالة الطبيعية هي موجودة في قانون العقوبات لكن انتهاك حلمة الحالة القاصة موجودة في قانون العقوبات لكن كل ما يقع من هذه الجرائم عبر الأجهزة الحاسوبية عبر منظومة الشبكة العنكبوتية عبر مواقع الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي هو يعتمى جريمة مع علوماتية شدد في بعض الأحيان حظ ظروف مشدد القانون ليحدن انتشار هذه الظاهرة اللي فعلا يضرب الأطنابة بفترة السابقة نعم نعم رئيسة بدنا نحكي ممكن عن الإجراءات اللي كل شخص ممكن يتخذها التعرض ممكن لمضايقات لانتهاق خصوصية لتنمر وإلى آخره شو هي الإجراءات المفروض أنه يعملها هلأ بهالنقطة هي كمان تحديدا القانون السوري تير سهل من اتخاذ الإجراءات اللي بتساعد الشخص يحمي نفسه سواء أول شي بإجراءات البقاية اللي هي عبر سن القوانين وشد تشديد العقوبات لمنع أي شخص من ارتكابها الجرائم هاي اتنين بتسهيل الإجراءات يعني أي شخص بتعرض لأي من الجرائم الكترونية والمعلوماتية يعني ممكن الموضوع يكلفه فقط ساعتين ليحصل حقه ليحصل حقه بالأحراب حتقيم الشكوى تمام يعني تحصيل الحق صار مرتبط بأسباب تقنية إذا الشخص موجود إذا قدر يحصلوا على الآي بي تبعه جهاز الجوال مفتوح مستكع هنا أسباب تقنية ممكن تكون بيوم ممكن تقود سنة لكن مجرد القيام بمعروض أمام النيابة العامة في المنطقة اللي موجود فيها الشخص يرفق فيه الرسائل أو المواضيع اللي صارت معه الوثائق اللي تسبس سواء كان احفيال سواء كان تشهير سواء كان ذم قدح شتم بيرفقها للنيابة العامة بتحولوا إلى قسم الجرائم المعلوماتية بالمنطقة المختصة وهنا بتخذوا الإجراءات القانونية بعد كتاب الضبط ممكن إذا كان معروف إذا موجود ممكن أحيان شخص بتدعي على شخص معروف هددوا عبر رسائل نصية غير موقع التواصل الاجتماعي فيس أو إنستاول ممكن عبر رسائل نصية يرفق رقمه بتصلوا معه في حال إجاء المراجع إجاء ما إجاء ممكن حتى في حال حضوره يتم توقيفه ويحاطه للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية أو بيتم إذا عكي البحث عنه لاتخاذ كافة الإجراءات اللي تحمي الشخص وتقيها الشيء اللي ضرر الواقع فيه يعني تعتبر رسائل النصية هي دليل يعني قاطع بالنسبة للمشتكي خلينا كمان نحكي عن أبرز الجرائم يعني خلينا نحكي بالمشتمع السوري هلأ اللي عم تشهدها أو عم تتوكل فيها بقانون الجرائم الإلكترونية شو أبرز الجرائم القضايا اللي عم تجي لعندها هلأ بالنسبة 90% من الجرائم الإلكترونية هي عم تكون بين صنفين السب والذن والقضح وانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي واثنين الاحتيال عبر الشبكة مرسوم 17 لعام 2012 هي اللي حددت حالأصص هاي وحطت ظروف مشددة للعقوبة مثل إذا وقع الاحتيال على أكثر من شخص إذا كان المبلغ المحتال به هو أكثر من مليون ليرة سورية إذا وقع على مؤسسة مالية هون تشدد العقوبة فيه وليما نحن عنا بموجب القانون المسكور ممكن توصل العقوبات لحد الخمس سنوات لحد الاعتقال المؤقت والغرامة حتى مليونين أو أكثر ليرة سورية حتى تحد منها الظاهرة هاي والابتزاز الصنف الآخر هي ابتزاز وكثير عم نشوف هذا الشيء موجود ممكن يعني إحنا ما بدنا نبرر ولا بدنا ندافع قد تكون الظروف المعيشية والغلاء عم يلجأ إلى طرق غير قانون مثل بلجأ إلى الصرقة بالنهاية مثل بلجأ إلى أعمال الخلاس هي إلى أسد لكنه طبعا غير مبرر أبدا الابتزاز المشكلة وعب يكون للأسف من الطرفين من الجنسين ذكور وإناث يعني أحيانا عم تكون العلاقة عن طريق ذكر عم يتواصل مع أنثى عم يوعدها بالزواج عم يوصل عم يستحصل على رسائل خاصة فيها على بعض الصور الخاصة فيها والأحيانا ممكن تكون صور يعني مخلة بالآداب ممكن هي سواء من حسنية أو من غير حسنية إنه هذا زوجي كان بين كتابنا ممكن في خطبة في حكي واعدني في سقة والطرف الآخر اللي هو ممكن تكون أحيانا من بنات عم يبتزوا رجال وخاصة إذا كان الرجل مثلا ذو مكانة اجتماعية ذو منصب اجتماعي متزوج ممكن يكون بس ممكن تبتزوا بالموضوع هذا تماما لأنه فوريا عم يتم الاستحصال على صور ويتم التهديد للحصول على مبالغ مالية نعم نعم زي بنا نحكي عن العقوبات اللي ممكن توصل لها هذه الجرائم الإلكترونية هل ممكن تكون العقوبات على مستوى واحد أو حسب ممكن الجريمة اللي قايم فيها أشخاص سواء من ابتزاز احتيال أو إلى آخره هذه الجرائم هي تلقسم حسب الفعل الجرمي وخطورة الفعل الجرمي نعم الموجود يعني مثلا القانون شدد في عقوبة الإحتيال عبر الشبكة وخاصة كما ذكرنا بل شوية زورة المشددة تصل إلى الاعتقال المؤقت نعم ممكن الاعتقال المؤقت هو بالقانون ممكن تصل إلى 15 سنين 10 سنوات 15 سنين تصميم البرامج الخبيثة اللي بتساعد على الاختراق الهوكينج للوصول للحصابات الشخصية شدد فيها من استخدم البرنامج الخبيث هذا هو هاي فعل الجرمي أقل خطورة من اللي يصمموا واللي عم بيوزعوا على العلن أو عم يكسب فيه كسب مادي عم بحقق إرسال بريد واغل إرسال ملفات تتمكن من الحصول على الباسورد اليوزر نيم الخاصين بالأشخاص وهنا نحن حتى يعني في عنا نقطة يعني تحتسب ألوق فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر صفحاته على المواقع التواصل الاجتماعي كتير عم بيوعي إنه حاول دائما وكتير نحن نمسا للحصول على مساعدات مالية إضغط الرابط تماما عم يطلبون منك مثلا إنه أدخل اليوزر نيم الباسورد عم تحط الباسورد وهي انتقل لأشخاص هو مقفص رغم كل هاي التنبيهات والتحثيرات عم نشوف لسه أشخاص يمكن بيفتحوا روابط وهمية مواعي خاصة الكبار بالعامر تماما ما عندهم هاي الخبار أنا صراحة الشيء الجميل اللي أنا حاليا بدي أحكي فيه نحن بيجوز من سنة أنا بدي أحكي على مستوىي الشخصي كمحامي أو كشركة محامات إنه من سنة بيجوز أو سنة وأكتر سوانا وقابلة عن نفس الموضوع نحنا تمام صدقا أنا من هالفترة هاي زادت عدد الدعاوة أو التوعية الإلكترونية عدم الخوف لو إنه صبيه مثلا أنا صار معيها القصة رحضل يبتزك تمام خلص خبري حدا من أهلك حدا يتسم بالتروي بالحكمة حتى حد للموضوع هذا فعلا صار فيه توعية دور الإعلام هون كان جدا كبير وخاصا بعد فترة هاي الجريمة الإلكترونية بحد ذاتها هي جريمة جديدة صحيح ما أنا كثير مطروقة ما أنا كثير متعارف عليها خلال العشرية الأخيرة نحن عنا بسوريا صارت لهيك عم لحظ فعلا فيه وعي فيه ثقافة قانونية عم تنتشر هي إنه أنا صار كذا معي ليش بدي أحكيه طب أنا بلك يجرموني أنه أنا أنا حكيت معه أول شي واحتال علي وسأنت حكيت معه هو تنطبق عليه شروط نعوى نصبه الاحتيال الاحتيال عبر الشبكة خلاص فتتعاقب بالقانون قانون حط عقوبات له شيء هذا لهيك كان فعلا دور كبير في نشر التوعية والثقافة القانونية بهالمجال هذا ولعت أنه حد قانون الجريمة الإلكترونية من المشاكل اللي صارت يعني صار فيه خوف من العقاب أو القوانين المشدد المحطوطة صار في خف بالقضايا بهذا المجال بس الى هلأ ما فيني جاوب عن موضوع هذا أنه هيد موضوع بده إحصاء لكن أنا من وجهة نظر العجزة لكن ماو قانون هو اللي زاد هي الظروف المعيشية الظروف البيئية الانحلال بجوز لا أخلاق الموجودة اللي من تشرب بجوز إلى حد ما هاي بتلاقيه فعل مجرم قانونا يعني الفعل اللي صار هذا لكن الدور هو أنه لا حد يسكن عن حقه لو كنت أنت صبية بعثت صوارك صارت غلطة وصقتي بشخص طررت يتبعتينه ما في داعي أنت خلص أنا بتظلني كل عمري أنا مداني لها الشخص هذا تحت تهديده خلص تغذي قرار مع التعاون ممكن لحالك بلغت سنة 18 في كتابة أنت وكتابع إجراءاتك القانونية بحد ذاتك ما في داعي الضلط لهيك أنا ما في نجاو أنه خف لأنه عمالي الحمام نعرف قديش كان موجود قبل لكن بوسائل أخرى لكن المهم هو أنه يتطبق القانون بحزافه وفعلا لا وجود سلطة فوق سلطة القانون ما حدا يخاف من هالإجراءات هاي بتساهم إحنا لما نتبع الإجراءات القانون ونطبق القانون لعالم متخاف اللي عم يقوم بها الفعل الجرمي هذا اللي عم يخالف القانون هون رح ينحد أما إذا كل شخص صار معه الفعل الجرمي وسكت عنه وظل تحت تهديد تحت الابتزاز فهي رح تكون سبيل إلى زيادة هالمشاكل صحيح تمام هذا الشيء يمكن لبعض الصبايا اللي ممكن يتعرضوا لهذا الفعل بيحاول يكون فيه سرية كاملة بهذا الموضوع ممكن حتى ما يدخلوا الأهل بهذه المشكلة فقد يمكن يكون فيه تجاوب من قبل يمكن الفئات المسؤولة عن هذا الموضوع أنه نحن يمكن الاتصال على رقم معين الحضور بوقت معين مع صاحب الشخص نفسه لحد كبير يعني عند الضابطة العدلية والضابطة المسؤولة بجرامي الكاترونية جدا تتعاون بهذا المجال هذا للحفاظ على السرية حتى ممكن ينطلب جلسات محاكمة سرية ممكن حتى زراء القاضي هذه السلطة تقدير القاضي زراء القاضي من دائلة وجوبة بحيث أنه كان موضوع في تشهير في إساءة للسمعة في مواضيع خاصة بالشرف ممكن ينطلب هالشيء هذا هي بالمجمل هي يوجد محكمة مختصة بالعام 2018 دول مرسوم تشريعي اللي ينشأ بكم محافظة محكمة مختصة في الجرامي الكاترونية والمعلوماتية لكن ممكن ينطلبنا القاضي هذا بيعود القرار للقضاء في تجاوب بهذا الموضوع هذا لأنه ممكن فعلاً نحن بنهاية بيئة شرقية مجتمع لحد ما زكوري عم يتم التعرض له يعني الخوف من إفشاء هالأصص هاي لا في تعاون بهذا الموضوع هذا للحفاظ قدر الإمكان على الشخص المتضرر طيب أستاذ يعني هيك أخيراً خبرنا أحياناً ملاقي شخصيات مشهورة أو إعلامية في تعليقات أحياناً كمان فيها إساءة مضروري يكون مثلاً على منشور تعليقات ممكن فيها إساءة بكلمات نابية بمصطلحات يعني بتخص الشراف انتهاك الحرية الشخصية كمان هنا في الشخص أنه يدين هاي أصحاب تعليقات كليات وهذا الشيء الموجود يندرج تحت اندهاك حرمة الحياة الخاصة ذنب قضح شتم كليات وممكن الرجوع له في أساليب يعني اللي يجب أن يكون فيصير يعني إضافة إلى المعلومات القانونية شيء عن طريقة استحصال الحساب هذا أنه لازم أن تتصور الحساب الشخصي الاي بي تبعوا الرقم اللي يجي فوق الحساب الفيس حتى تقدر الجهات المختصة متابعته ومعرفة اتصاله أو لا نعم نعم طب بالنهاية وبالخطام نتمنى بتوجه نصيحة يمكن لكل الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا لبعض هي المواقف سكتوا وبعض الأشخاص يمكن اللي أنصفهم القضاء النصيحة عامة أول شيء راح تكون هي التعامل بأخلاق التعامل بضمير أي شخص أنت عم تحكي مع صبية بهدف ابتزازة بهدف تشير فيها تعامل فيها كأن أختك كأن والدتك كأن بنتك وبالعكس صحيح كمان أي صبية عم تتعامل مع أي شخص كمان كان النصيحة الخاصة فيها الوقوع هل فعل جرمي لا تخاف تغذي إجراءات القانون اللازمة قانون السوري حاميك أكيد يمكن أحلى جملة قال الأستاذ أحمد أن القانون السوري فعلا حاميك والقوانين اللي جديدة فعلا عم تكون معدلة للإنصاف خلينا نقول وخاصة بهذه المشاكل نحن دائما منقول أستاذ أحمد أن الأخلاق أهم الشيء يعني فوق القانون بعدين مجي القانون اللي يضبطه نتمنى أن الكل يكون في عنده القدر من الوعي شكرا لوجودك معنا شكرا إليك أستاذ أحمد على كل المعلومات